وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل خوني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا النقاء المتجدد من برنامجكم وحديثي في هذا اليوم حديث غريب بعض الشيء ذلك أن كثيرا من الناس يتحدثون عن المرض تحديدا وما له من سلبيات وما له من تبعات وما له من تأثيرات على الجوانب النفسية والجسدية والدنيوية لكنني في هذا اليوم سأتحدث عن فوائد المرض وسأتحدث عن الحكم من هذه الأمراض في إشارة إلى حكمة الله جل وعلا في خلقه وعباده وأن الله جل وعلا يريد من هذا المرض أمرا عظيما من ابن آدم ولذلك في غالب الأحيان الناس لا يتحدثون عن فوائد الأمراض ولا عن حكميها الصحيح ما منا أحد إلا وهو يتمنى الصحة والعافية ويتمنى السلامة لكن هذه الأمراض وهذه الأدواء وهذه الأسقام وهذه العوارض هي من قدر الله جل وعلا وهي سنة من سنة الله تعالى الكونية القدرية في خلقه وعباده ولن تجد لسنة الله تحويله ولن تجد لسنة الله تبديله ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور قل جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قل جل وعلا آلف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين ولذلك إخواني وأخواتي بالنسبة لهذه الدنيا هي في واقع الأمر محل الأعراض محل الأمراض محل الإبتلاءات محل الفتن ولذلك ربنا جل وعلا خلق الجنة وجعلها خالصة وصافية من الأكدار والأقذاء ومن الحزن ومن ما يزعج الإنسان قال جل وعلا نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار فالجنة إخواني وأخواتي هي التي ليس فيها أمراض وهي التي ليس فيها ابتلاءات وهي التي ليس فيها أعراض وهي التي ليس فيها هرم ولا موت وإنما الناس فيها ينعمون نعيما أبديا سرمديا أبدية الله جل وعلا لا يتحولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يصيبهم شيء من هذا الهم الذي يتعرض له الناس في الدنيا رزقنا الله وإياكم الجنة وجعلنا وإياكم من أهلها بصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك إخواني وأخواتي لا بد أن نعلم بأن لهذه الأمراض والأدواء بحكم وفوائد كثيرة جدا لا بد للإنسان أن يقف عنده لأننا وللأسف الشديد نسمع ما بين فينة وأخرى من خلال برنامجنا هذا ومن خلال وسائل التواصل الأخرى ومن خلال معايشة الناس أن بعض الناس ابتلوا بأمراض نسأل الله للجميع الشفاء والعافية لكن تجد بعض الناس يعني يصيبه الهم الدائم والقلق المستمر وتجده دائما أسير لهذا المرض وتجده دائما وبعضهم وللأسف الشديد يتسخط على قدر الله ويقول الهجر بحيث أنه يعني يقول الكلام الذي يغضب الله عز وجل وبعضهم يشكو الخلق للخالق سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء وهذا والله من أعجب الأمور لكن حقيقة المؤمن هو الذي يستثمر هذه الأمراض وهذه الأدواء استثمارا صحيحا حينما ينظر إلى حكمة الله جل وعلا من هذه الأمراض وينظر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى وينظر بأن هذه الأمراض فيها من العوائد الأثيرة والفوائد الكثيرة والبركات المتتابعة التي لا يمكن أبدا أن يفهمها إلا من آمن بالله واليوم الآخر وإلا من آمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى وإلا من وقف على قمة الحقيقة وعرف طبيعة الدنيا وأن هذه الدنيا في واقع الأمر هي دار الإبتلاءات ودار الإختبار ولذلك إخواني وأخوات هذه الأمراض التي يصاب بها جنس بني آدم هي من تقدير الله فما سلم منها نبي مرسل ولا عبد صالح ولا عالم ولا ولي من أولياء الله فالناس كلهم يبتلون ولذلك ربنا جل وعلا يعطي المؤمن صحة في قلبه وقد يسلبه الصحة في بدنه وقد يعطي غير المسلم الصحة في بدنه لكن يسلبه السلامة من قلبه نعوذ بالله من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على أعراب غير مسلم فقال له هل أصابتك أم ملدم يعني الحمى المرض هذا فقال وما أم ملدم فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام المرض هذا مرض الحمى فقال الرجل أنا ما مردت أبدا في حياتي يقول لا أعرابي هذا فلما ول قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وجاء في لفظ هذا من جثى جهنم هذا من جثى جهنم لماذا؟ لأن الله تعالى سنته الكونية القدرية في خلقه وعباده هي الأمراض خاصة أهل الإيمان وانظروا إخواني وأخواتي في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد الأنبياء يصابون بالأمراض نبينا عليه الصلاة والسلام دخل عليه الصحابي ووجده يرتجف من شدة الحمى حتى يقول إني لأجد حرارتها من وراء اللحاف وعائشة رضي الله عنه تقول دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتقلب على فراشه من شدة الألم فتقول يا رسول الله ما هذا لو كان أحد من أصحابك لا قلنا يعني له كيف هذا فقال إنا ليضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا بالأمراض أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر بقي ثمانية عشر عاما وهو في المرض وهو في الوجع وما شك لأحد أبدا إنما يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا وكان يقول ربي إني يدعو ربه جل وعلا بأنه يعرض نفسه على ربه سبحانه ومولاه عرضا عرضا ولذلك أيوب سلب المال وسلب الصحة ووقع في المرض فصبر صبرا عجيبا حتى إن الله تعالى قال في نهاية لما قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ثمانية عشر عاما وهو يعاني حتى أصبح كما يقول العوام جلد عظم شحب لونه وذهب ذهبت عافيته وكل من مر عليه لا يعرفه ثم قال جل وعلا مبينا بأن أيوب نجح في الامتحان إننا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب خلاص هذه النتيجة إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب لذلك ما أحد من الأنبياء والصالحين سلم من هذه الأمراض وأول فائدة إخواني وأخواتي من هذه الأمراض هو أن الله جل وعلا جعل هذه الدنيا دار اختبار ودار امتحان ولذلك الدنيا دار ابتلاء دار امتحان دار اختبار فربنا جل وعلا حينما يبتل العباد ليرى من يفوز ومن يخسر ليرى من يتجاوز هذا الامتحان وقد سلم من الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى ولأجل هذا مهم جدا أن يفهم الناس بأن هذه الدنيا ليست هي الجنة التي نعيمها دائما وظلها والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والتي نقيت وسلب منها كل ما هو مما يعني يصيب الإنسان بالأذى الجنة فيها ما لا عين رأت الجنة أهلها ينعمون نعيما عظيما ولذلك لا بد أن نفرق بين الدنيا وبين الجنة فالدنيا هي دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار ودار لأواء ودار أدواء وشدة هنا يحصل الامتحان بالنسبة للعبد ولذلك مهم جدا أن كل إنسان يتوقع المفاجآت في هذه الدنيا هل هناك أعظم من مصيبة الموت هل هناك أعظم من مصيبة الموت أليس كل أحد سيموت وينتقل إلى الدار الآخرة فكيف يحزن الإنسان ويتألم ألما دائما يصبح رهين رهين الحزن والألم بسبب مرض من الأمراض ونهاية الإنسان الموت كل بن أنها وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول ولذلك ربنا جل يقول كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الخير فتنة والشر فتنة ولذلك الإنسان في هذه الدنيا تعرض لفتنتين فتنة الضراء وفتنة السراء وقد تكون فتنة السراء أعظم وأشد وقعا من فتنة الضراء فتنة السراء قد تكون أعظم من فتنة الضراء لأنها فتنة كل مفتون نسأل الله السلام والعافي و لا ينجو منها إلا القليل و المقصود إخواني وأخواتي بأن هذه الدنيا إذا كان نهايتها الموت فالماذا الألم و لماذا هذا التصخط و لماذا هذا القلق أح這樣子 يقول جل وعلا لكل أجل كتاب يقول جل وعلا كل من عليها فان كل من عليها فان يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ونحن يوبيا نشاهد آيات وعبر لكن قليل من يعتبر ويتذكر قوافل الموتى تساق إلى الآخرة وتزف إلى الآخرة نظرت إلى الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهاني فلما أنبكيت وفأض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني هذا الواقع هذه الدنيا يوميا قوافل الموتى ترحل إلى الدار الآخرة وكل إنسان يعلم بأنه ليس مخلدا في هذه الدنيا فلما القلق ولما الحزن ولما هذا التسخط وأنت تعلم بأن نهايتك الموت أمر آخر إخواني وأخواتي من فوائد هذه الأدواء والأمراض وهذه الابتلاءات أنها حقيقة تظهر عبودية العبد لربه جل وعلا ولذلك المؤمن أمام هذه الأمراض وأمام هذه الأدواء في واقع الأمر يظهر ذل عبوديته أمام عزة ربوبية الله جل وعلا وربنا جل وعلا ما خلقنا إلا لإقامة العبودية أصلا يقول جل وعلا يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذا أول أمر في القرآن يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالإنسان حينما يبتل بهذا المرض هنا فيه في واقع الأمر إظهار لعبوديته الأمراض هذه تظهر العبودية الحقة تظهر العبودية الحقة الناس في العافية متساوين لكن يفترقون في الابتلاء فالمؤمن يفترق عن غيره سواء كان غيره غير مسلم أو كان ضعيف الإيمان فالمؤمن يظهر العبودية الحقة ليست العبودية المزيفة المغشوشة لا العبودية الحقة فيستسلم لله سبحانه وتعالى ويعلم بأن هذا كله من الله جل وعلا وأنه بقدره سبحانه وتعالى ولذلك ربنا جل وعلا قل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بمعنى أن الإنسان تجده دائما مثل حال السلف الصالح إذا ابتلي بالأمراض اتهم نفسه قال هذا بسبب ذنبي سواء علمته أو لم أعلمه ولذلك هذا المؤمن حتى أن بعض السلف يعني لما يرجع إلى بيته ويجد يعني زوجته أو أولاده ويجد مشكلة في البيت قال هذا بسبب ذنبي هذه العبودية الحقة ليست كحال بعض الناس لما يبتلى في المرض يقول إيش عملت أنا يا ربي وقد يكون هذا الرجل كله خطايا وقد يكون منغمس في الذنوب وقد يكون صدره مستودع للآثام ومع ذلك يقول أنا إيش عملت يا ربي يمكن هو ما يصل للفجر وممكن أنه يمارس أعمال من كبائر الذنوب ويقول أنا إيش عملت يا ربي لاحظ الفرق سبحان الله مع أنه هناك من أولياء الله من أولياء الله إذا ابتلاهم الله عز وجل ماذا يقولون يقولون هذا بسبب ذنوبنا وقد لا يتذكر ذنب لكن يتهم نفسه هذه العبودية الحقة أنك ما تختبر ربك جل وعلا للأسف الشديد بعض الناس الآن كأنه يمتحن الله سبحانه وتعالى بل أغلب الناس الآن للأسف وهذا والله أمر مهم جدا نتنبه له تجد بعض الناس يقول لك يا أخي أنا طوال عمري أتصدق ليش الله بتلاني بكذا أنت قاعد تختبر ربك أنت قاعدين تختبرين ربك جل وعلا كأنك تقولين يا رب أنا تصدقت في سبيلك ليش تعمل بكذا سبحان الله العظيم هل هذا فعلا يتفق وينسجم مع الإيمان الذي في صدر الإنسان ربنا جل وعلا هو الخلاق هو الخالق هو الملك يفعل بنا ما يشاء عيسى عليه الصلاة والسلام كان في قمة جبل فجاءه إبليس اللعين فقال له يا عيسى أنت تؤمن بربك وبقضائه وقدري قال نعم قال ألقي نفسك شوف ألقي نفسك فقال يا عدو الله يقول لإبليس يا عدو الله نحن لا نختبر الله بل الله هو الذي يختبرنا نحن لا نختبر الله بل الله هو الذي يختبرنا في أخواني بارك الله فيكم اتقوا الله في أنفسكم أسمع كثير حقيقة من الناس يسأل أو لما نزور يقول أنا إيش عملت في دنياي إيش عملت في حياتي ومن قال لك بأن الله جل وعلا حينما يبتليك بالمرض في مقابل شيء معين أنت المفروض تهضم من حق نفسك أنت المفروض تتواضع أن تتهم نفسك ولو لم يكن فيك شيء النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر أفضل البشر النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان يقول لا تفضلوني على موسى لا تفضلوني على يونس كان يهضم من حق نفسي عليه الصلاة والسلام ويتواضع وكان عليه الصلاة والسلام لما قال قال له الصحابة وأنت يا رسول وقال وأنا ما أدري ما أدري ما يفعل الله بي إلا يتغمدني الله برحمته شوف التواضع مع أن الله بشره وأن الله سلم هو سيد أهل الجنة أيضا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يتواضع إلى ربه فهي أخواني الأمراض هذه في واقع الأمر هي شرارة قادحة لما يكنه صدرك ويخفيه ضميرك وما يتربع على عرش قلبك من الإيمان وهنا تمتحن نفسك أنت وتختبر نفسك أنت فهل فعلا تقول الحمد لله تقف على قنطرة التسليم لله أم أنك تتسخط وتبدأ تحاسب ربك يقول لبعض الناس والله يا أخي أنا أحصن نفسي أبتلاني الله بمرض الله أراد لك الخير الله سبحانه وتعالى أراد لك الخير ولذلك من فوائد الأمراض أن هذه الأمراض وهذه الابتلاءات في واقع الأمر تهمس في أذنك همسة خفيثة تقول لك يا أيها الإنسان بناءك هش بناءك هش وقواعدك غير ثابتة وأن هذه الدنيا لا تطمع في البقاء بها واذبح هذا الطمع بسكين التوكل على الله جل وعلا فهذه الأمراض في الواقع هي جرس انذار تنذرك على أن انتبه واحذر أن تعتقد بأن هذه العافية التي تعيشها بأنها ستكون سبب من أسباب خلودك في هذه الدنيا أو سبب من أسباب نسيانك الله والدار الآخرة ولذلك هي صياط تجلد ظهرك وقلبك وهي جرس انذار تنبهك إلى أنك يا أيها الإنسان رغم هذا البناء الجسماني رغم العضلات رغم الصحة والعافية إلا أن بناءك هش وقواعد أساسي أساسك غير متينة وأنه سيأتي اليوم الذي تنتقل فيه عن الدار الآخرة ولذلك حقيقة هذه الأمراض رسالة لأولئك الذين أوغلوا في محبة الدنيا ونسوا الله والدار الآخرة رسالة لأولئك الذين تسلطوا على عباد الله بالظلم والقهر وهم يعتقدون بأنهم بقوتهم يستطيعون فعلك كل شيء يأتي هذا المرض البسيط الخفيف لينبهك ويهمس في أذنك احذر فإنك في الطريق الخطأ وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى هذا من فوائد الأمراض أنا أعرف كثير من الناس كانوا في أودية الدنيا تائهين وفي أطماع الدنيا محلقين فلما جاءتهم الأمراض عرفوا بأن الله حق وعرفوا بأن هذه الدنيا ما تسوى هذا الاندفاع ولا تسوى هذا الإغراق فيها وإنما الأمور تحتاج كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة فرجعوا إلى أنفسهم وأرجعوا اللوم إليها فاعتدلوا ولله الحمد والمنه وأنا أعتقد بأن من يشاهدني يعرف قصص كثيرة عن أحوال هؤلاء المتمردين على ربهم وعلى شريعة ربهم وعلى القيم والمبادئ لما ابتلوا بالأمراض عرفوا بأن الأمور لا تستحق مثل هذا الاندفاع وفعلا كبحوا جماح نفوسهم المندفع نحو هذه الدنيا الأمراض من فوائدها إخواني وآخواتي أنها أنك تجعلك أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت سابق وهذا مجرب ولذلك ما من أحد يقع في المرض إلا يقول يا الله ويبدأ إيش يدعو الله عز وجل لماذا؟ لأن يعلم علم اليقين بأن الشفاء بيد الله كما قال تعالى وإذا مردت فهو يشفي هذا يكفينا والله يا إخواني وآخواتي أن الإنسان في مثل هذه الحالة يكون أقرب إلى الله من أي وقت سابق فتجد دائم يذكر الله ويدعو الله وينطرح على عتبات المولى ويتعرض لنفحاته سبحانه وتعالى وتجده يعني في الأوقات التي هي مظنة الدعاء يقوم الليل ويستثمر حالة السجود ويدعو الله جل وعلا في حالة تظهر فعلا ذل عبوديته أمام عزة ربوبية الله سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان في حالة المرض أقرب إلى الله من أي شخص آخر فالله جل وعلا يقول أما يجيب المضطرة إذا دعاه ولذلك جاء بعض الناس إلى أحد العلماء فيقول له ادعو الله لي ادعو الله لي أن يشفني قال ادعو أنت فأنت أقرب إلى الله مني قال و كيه ذلك؟ قال يقول الله جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ذلك لاحظ حتى غير المسلمين ربنا جل وعلا يذكر عن غير المسلمين يركبون في البحر و تصيبهم الأمواج و تتلاطم بهم الأمواج فلما يخلصون الدعاء لله ينجيهم الله سبحانه وتعالى ينجيهم الله سبحانه وتعالى يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نسأل الله السلام و العافية و ربنا جل وعلا أخبر بأن الإنسان إذا أصاب الله جل وعلا إنسان بشيء فإنه ذو دعاء عريض ذو دعاء عريض فيقوم هذا الإنسان فيدعو الله دعاء عريضا يدعو الله إذا أصابه شيء من هذه الأدواء و من هذه الابتلاءات و من هذه الأمراض فيكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أي وقت آخر و لذلك من فوائد الأمراض إخواني و أخواتي أنكم تقتربون من الله اقترابا لا تحصلون في أي وقت سابق و لذلك هنا يظهر التوحيد الإيمان التوكل المراقبة الثقة بالله حسن الضم بالله و ذلك تجد الإنسان دائما يلهج و يرطب لسانه بالدعاء و ذكر الله جل وعلا و هذه طبيعة الجنس الإنساني عموما فيدعو الله في حال الضراء و في حال البلاء فيستجيب الله جل وعلا دعاء أمر آخر إخواني و أخواتي أن هذه الأمراض من فوائدها هي كسر هذه الفرعونية التي توجد عند كثير من الناس من الكبر و الشموخ بالأنف و الغرور و العجب و النظرة الفوقية و احتقار الآخرين و لذلك سبحان الله العظيم الله عز وجل يبتل الجميع بهذه الأمراض أبدا ما يعني ينجو منها إلا من هو من جثى جهنم فتجد الأمراض يصاب بها الملك و المملوك الكبير و الصغير و الغني و الفقير الذكر و الأنثى يبتلي بها الله عز وجل جميع أجناس البشر فيتساوون و هذا في واقع الأمر يعطيك درس حينما تبتلى أن هذه الفرعونية لأن كثير من الناس لديه فرعونية في داخل قلبه و نفسه قائمة على الكبر قائمة على أن ما أريكم إلا ما أرى قائمة على ولي و أنا و نحن هذه كلها تأتي هذه الأمراض فتذيب هذا الخلق السيء في نفس الإنسان فتجده يتعامل مع الناس تعامل قائم على المساواة قائم على النظرة على أنه هو مجرد فرد من أفراد هذا الخلق هو من آدم و آدم من تراب و على أن التفاضل الحقيقي هو بتقوى الله جل وعلا و لذلك ربنا جل وعلا جعل هذا هو الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقاكم و النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في أكثر من صورة و أكثر من مكان و أكثر من موقف على أن التقي هو المقرب عند الله سبحانه و تعالى ليست المسألة مسألة مال أو جاه أو مرتبة دنيوية أبدا هذه كلها تذهب و لذلك ربنا جل وعلا يذكر عن أحوال الناس يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه و أمه و أبيه و صاحبته و بنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه قل جل وعلا فإذا نوفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يقول جل وعلا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية المعنى بأن التقي هو الذي يكون فائزا يوم القيامة إخواني و أخواتي هذا الدرس مهم جدا لذلك تجد بعض الناس سبحان الله ما يرجع إلى ربه إلا إذا ابتلي إلا إذا ابتلي بمرض يقول جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى الرأاه استغنى و هذه الأمراض حقيقة لما يبتل بها هؤلاء الذين وصلوا مرحلة من الكبر و الغرور و العجب هذا فائدة من الفوائل لأنه إذا بقي على هذه الحال ستصل به هذه الأخلاق إلى مراتع وخيمة و مستنقعات آسنة و نهايات مظلمة وسيكون مصيره النار فلما جاءه هذا المرض وقف حاجزا بينه و بين الاستمرار في هذا الطريق الذي لا يدرك نهاياته و لا يعرف مآلاته فرده إلى الطريق الصحيح مهم جدا أن نفهم هذا الشي حينما نبتل بالأمراض الأمر الآخر الأمراض إخواني و أخواتي تنق الإنسان حتى أنه يأتي يوم القيامة و ليس عليه خطية و ليس عليه ذنب و هذه من أعظم الفوائد ما من أحد إلا وهو خطأ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ و خير الخطأين التوابون كل بني آدم كل عند أهل العلم من أهل اللغة و الأصول على أنها من ألفاظ العموم من أدوات العموم كل كل بني آدم خطأ و خير الخطأين التوابون و النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بأن نستغفر الله مما نعلم من الخطايا و مما لا نعلم مما نعلم ومما لا أعلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل أوله وآخرة ما علمت منه وما لم أعلم فالإنسان أحيانا قد يقع في الخطيئة والذنب هو لا يعلم فهنا قد يكون عند الإنسان خطايا وذنوب لكن تأتي هذه الابتلاءات والأمر فتنق الإنسان حتى أنه جاء في الحديث الصحيح أن أهل العافية يتمنون يوم القيامة طبعا بعدما يرون أحوال المبتلين يتمنون يوم القيامة لو كانوا من أهل البلاء لما يرون أهل البلاء يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة ما علي ذنب خطيئة ولا ذنب خلاص نقاهم الله سبحانه وتعالى وطهرهم بهذه الأمراض وبهذه الأدوة متى إذا صبر واحتسب أما قضية والله أنه يبتلى ويجزع ويتسخط كيف يغفر الله له ذنبه وكيف يزيل الله عز وجل عنه خطيئته وهو يعترض على مثل حال بعض الناس يشكو الخلق للخالق يقول والله أنا فيني كذا وأنا مبتلى بكذا أن تشكو الخلق للخالق حتى بعض العلماء سبحان الله العظيم لما يسأله بعض الناس يقولوا له سلامات وش فيك يقول والله فينا مرض فلان ثم يتنبق وشوف إخبار وليس شكوى أنت سألتني أخبرك لكن هذا ما بشكوى أنا ما أشكو الله عز وجل إليك ربنا جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار ولذلك للأسف الشيء لبعض الناس تجد في كل مجلس والله فيني كذا وصبت بكذا وتجد مثلا يظهر الحزن والهم والقلاق ويعني حقيقة يخلق جو من الكآبة على أسرته ورحمه وكذا كأن يشكو الله لخلقه وعباده وهذا منعجب العجب كأن يشكو الله للخلق وشوف الله اشتوا فيني الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن نستثمر مثل هذا وأن نعلم بأن من فوائد المرض أنه تنقيك يقول ابو هريرة والله إني لا أتمنى الحمى يقول أتمنى أن تجيني الحمى قالوا ليش قال لأن الحمى تدخل كل مفصل وعظم فتنقي كل عظم من أعضائي وتخرج الذنب منه وبالمناسبة احنا عندنا قاعدة الإنسان لا يتمنى المرض الإنسان لا يتمنى المرض وأبو هريرة رضي الله عنه ما قاله من باب دعوة الناس إلى أن يتمنون الحمى والأمراض لا الإنسان لا يتمنى المرض لكن إذا وقع فيه المرض عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر لأنه يوجد من الناس مثل طريقة أبي هريرة وإن كان ذا اختيار له وبعض العلماء يفسر أو يوجه كلام أبي هريرة توجيه آخر مثلا بعض الناس يقول زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا تقلعي يعني خليك يعني يقصد الحمى وهذا طبعا خطأه بعض العلماء قالوا ما ينبغي الإنسان يتمنى أن الحمى تيجيه أو المرض يجيه لا لكن يسأل الله العافية وإذا ابتلي عليه أن يصبر مثل ما بعض الناس للأسف يجزع يقول زارت مكفرة الذنوب لصبها تبا لها من زائر ومودعي قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا ترجعي وهذا طبعا تطرف أيضا ولذلك الإنسان إذا ابتلي بالمرض عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر وأن يعلم بأن هذه الأمراض تنقيه تنقيه وتصفيه تصفيه يقف بين يدي الله ليس عليه خطيئة ليس عليه خطيئة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة من أهله وجدها ترتعد فقال ما لك يا أم فلان تزفزفين ترتعدين قالت إنها الحمى لا بارك الله فيها قال لا تسب الحمى لا تسب الحمى فإنها تنقي ابن آدم من الذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولذلك الأمراض مثل ما جاء في الحديث هي نار الله يسلطها لإخراج وإحراق هذه الذنوب والآثام والخطايا سلطها الله عز وجل على أهل الإيمان فتنقيهم وتنظفهم وتصفيهم من هذه الأوضار ومن هذه الآثام ومن هذه الخطايا ولذلك الإنسان يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى أمر آخر إخواني وأخواتي الإنسان في وقت العافية من السهل جدا يقول أنا صبور صح ولا لا توافقوني في هذا يعني دائما بعض الناس يقول الحمد لله صبور متى يختبر الإنسان لما يبتلى هنا يظهر فعلا هل هو فعلا من أهل الصبر الحقيقي من أهل الصبر الكاذب المغشوش المزيف الذي يدعي كثير من الناس الصبر ليس كلمة تقال أو الشعار يطلق أو والله شيء يتبجح فيه الإنسان لا الصبر هو واقع وترجمه الإنسان لما يبتلى بمرض ولذلك الصبر حقيقة الصبر لما تبتلى بمرض تبتلى ببلية تبتلى بفتنة أولا ما تظهر التسخط ولا تقول ليش يا ربي أو كذا وإنما تقول الحمد لله تقول الحمد لله يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له هذا هو المؤمن هذا هو المؤمن إلا أمر الآخر أن الإنسان لا يتصرف تصرف معين يشير إلى جزعه وإلى عدم صبره مثل ما يحصل بعض الناس وللأسف حينما يبتلى بمرض أو ببلية يبحث عن الطرق المحرمة وعن الوسائل المحرمة مثل الذهب إلى السحرة إلى المشعوذين إلى الدجالين إلى الكهان إلى العرافين إلى هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويلبسون على الناس دينهم هذا ليس صبر أنت الآن بدل أن تقول اللهم لك الحمد وتسلك المسالك الشرعية والطبيعية ذهبت في أمور مضادة لما تعتقده في ربك سبحانه وتعالى ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يمتحن امتحن عجيب بعض الناس الآن شوف فرق بين اثنين نشوفهم في المستشفيات نشوفهم في الجيران وكذا سبحان الله لذلك بعض الناس مبتلى بمرض خطير جدا يعني مرض قيل له خلاص هذه نهاية فتجد عنده من سعة الصدر ولينا العريكة وطمأنينة القلب وكثرة ذكر الله وكأنه سبحان الله العظيم في كامل الصحة لماذا؟ لأن عنده إيمان هذا الإيمان يتربع على عرش القلب هذا الإيمان يذوب تذوب مرارة الألم والحزن هذه مع هذا الرضا الذي هو في القلب وفي الصدر لكن تجد بعض الناس والله مرض بسيط مرض بسيط تجده في غاية الانزعاج والحزن والكآبة والألم وتجد للأسف الشديد يعني دائرة الكآبة والحزن منتشرة بحيث أدخل فيها أطراف ما لهم علاقة يعني عطل مصالح أهله وأولاده وزوجته ووالديه وكذا لمرض بسيط ولذلك هنا يفترق المؤمن هنا يأتي الصبر هنا يأتي الرضا بالقضاء والإيمان بالقدر هذا هو الواقع ولذلك هذه فائدة من الفوائد فائدة من الفوائد أمر آخر أن المؤمن حينما يبتلى بهذه الأمراض على قدر هذا المرض وقوته يكون أحب إلى الله جل وعلا هذا ليس من كلامي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ربنا جل وعلا إذا أحب عبدا ابتله هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الحديث الآخر إذا أحب الله عبدا أصاب منه سواء في نفسه أو في يعني من يحب من يحب ولذلك يصيب منه يصيب من عافيته من صحته من ماله من ولده مثلا من تجارته من شيء إذا أحب الله عبدا أصاب منه إذا أحب الله عبدا ابتله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء هذه المرتبة الأولى فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل ولذلك هذه الابتلاءات مع هذا الصبر يدل على أن الله اختارك اختارك لأمر عظيم اختارك لأن تكون تترقى في مدارج الكمال حتى تصل إلى أن تشارف إلى الاقتراب من منازل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين هكذا المؤمن إخواني وأخواتي يفترق سبحان الله كما ذكرت الحال من شخص إلى آخر ولذلك يذكر عن أبي قلابة رحمه الله من العلماء ابتدي بمرض وهذا المرض سبحان الله مثل الآكلة أخذت بيديه برجليه ثم أخذت بعينيه وكان من أكثر الناس ذكرا لله وشكرا لله عز وجل حتى أنه كان يقول الحمد لله ومر عليه أحد الناس فقال يا هذا يعني أراك وأسمعك تكثر من حمد الله وشكره وأنت مقطع الأطراف أعمل عينين قال وما لي لأحمد الله عز وجل فقد أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرة الله أكبر هذا الإيمان هذا الإنسان هو الذي عرف يعني وقف على قمة الحقيقة وعرف فلسفة الحياة وعرف طبيعة الدنيا وأن الإنسان خلق من تراب إلى تراب فلماذا القلق؟ أليس الموت هو النهاية؟ أليس الموت هو المصيبة التي يصاب بها الإنسان؟ فينتقل عن هذه الدار فما بينهما يعني ينبغي أن يكون بمثل هذا التعامل من هذا التعامل عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه معروف عروة وخالته عائشة ذهب إلى الوليد من عبد الملك في زيارة دعاه الوليد من عبد الملك فدخل فكان ابنه محمد لابس ثياب جميلة وكان الولد وسيما فقال الوليد هكذا فتيان قريش قال بعض العلماء كأنه أصيب بالعين هو وأبيه قال هكذا فتيان قريش فدخل محمد استبل الخيل سبحان الله فرفسه أحد الخيل الموجودة في الاستبل وداسته الخيل فمات فأخبر والده يعني قال له بأن محمد مات فخرج وحمد الله وما جزع و بنفس اللحظة يصاب عروة بالآكلة في رجله وتسري به في رجله سيران سريان عجيب حتى قال أطبا لا بد من بتر ساقه وإلا سرى إلى بدنه فقتله وفعلا قطعت الساق يقول فما جزع لذلك وإنما كان يكثر من حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى شوف البلاء في البدن والولد بلاء عظيم والبلاء كيف جاء في وقت متسارع يعني ليس بينهما فاصل متسارع بذلك حمد الله فجاء الناس يعزونه فما عزاه أحد بمثل تعزية رجل قال له أبشر يا عروة فقد سبقك أحد أولادك إلى الجنة وأحد عضائك إلى الجنة هذه الرجل قال عروة والله ما بشيت بها إلى حرام ما بشيت بها إلى حرام هكذا كانوا يتعاملون مع مع الأمراض ومع الأسقام استثمرونها استثمار صحيح ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم هذه الأدواء والأمراض والابتلاءات فيها فوائد كثيرة الإنسان لا يتمناها ولا يستشرف لها ولا يطلبها لكن إذا ابتلي يعلم الإنسان أن الله أحبه وأن الله تعالى أراد له الخير هذه الأمراض تنبهك وتدق جرس الإنذار أنك يا أيها الإنسان إنما أنت وديع في هذه الدنيا واحذر أن تعيش بهذا الوهم الذي يعيشه كثير من الناس يعتقدون بأنهم سيخلدون ويعيشون عمر نوح لا انتبه هذه الأمراض تنبهك إلى أن الإنسان ينبغي له أن يعلم بأنه ضعيف وأنه لا يجوز له بحال أن يتعالى على خلق الله وعلى عباد الله فحينما تصاب أنت بهذا المرض أصيب به غيرك فتنتبه وتعيد حساباتك وترجع إلى ربك سبحانه وتعالى هذه الأمراض احذر احذر أن تفوت الأجر فتجمع على نفسك مصيبتين مصيبة المرض وفوات الأجر وذهاب الثواب ولذلك كن على واقفا على قنطرة الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى و اجعل من هذه الأمراض انطلاقة لك في القرب من الله أكثر وأكثر وتترقى في مدارج الكمال من قراءة القرآن وكثر التعلق بالله وذكره ودعائه والإحسان إلى الناس وإحسان إلى الفقرة والمساكين والمسحوقين والأرامل هذه كلها استثمرها واجعلها واجعلها أكثر من أي وقت سابق الحديد طبعا لم لمته في مثل هذه الفوائد لهذه الأمراض وهذه الحكم من هذه الأمراض أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم العافية والشفاء التام وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وفي ذرارينا وأن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يحفظ الله جل وعلا الإسلام والمسلمين إنه خير مسؤول موعدي معكم غدا بحول الله وقوة إلى ذلك لعين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 107- فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 118- فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر